السلام عليكم إن شاء الله كاما تكونوا بخير وعلى خير تكون صحتكم لبس لبنات جيتكم بهذا الفيديو هكذا طليت عليكم باش تشوفوني واش راني ندير شوفوا والله ما كنت حن ندير هذا الروتينات له غالب يعني راني معجازة بزاف على التصوير مستحكي حطيت هذك الفيديو تاع دورة تاع المملحات اللي كان مقبل اللي ما شافوش يروح يشوفوا يعني دورة عن بعد اللي يهموا الأمر يعني اللي روح حبي دير دوراتها عمو ملاحات بريستيج عن بعد أنا خليت كامل تفاصيل في الفيديو اللي فات يروح يشوفوا يعني شوف تعليقاتكم كامل كنتوا تسنو فيها نحط فيديوات حالويات العيد وكامل يعني جيتكم بهذا الفيديو هكذا باش نقولكم باللي هذا العام ما صورت فيديوات لغالب يعني ظروف ما قدرتش نصور مي راني حكما ليكموند قلت يعني نشاركم روتينات هكذا خفيفة يومية تشوفوني واش راني ندير هكذا باش نحفزكم مام الحلواجيات يعني تحفزوا مام نمدلكم نصائح ولا أي حاجة مام كي تكون وصفات جديدة راح نوريها لكم ان شاء الله في هذ الروتينات اللي راح نحطهم هذ اليامات كما راكم تشوفوا حبيباتي هنا يكن تخرج تقضية دوزان الحلوة شوفوا لبنت لازم تكونوا منظمين في الطالبية اوحكم اول حاجة تحكموا لي كوموند ما تخلوش تاع دقيقة تالية تحكموهم من قبل من الاحسن بعد الاسبوع اللول تاع رمضان يعني ثم تبدو تحكمو كي يبقى وعشر ايام تاع التوالة تاع رمضان ثم يعني خلاص ما تشدوش لي كوموند الا اذا ما كنتوش حاكمين بزاف تقدرو تشدو اذا كنتو حاكمين يعني ما زيدوش تحكمو هذوك لي كوموند لي جوكم على غفلة هذوك راح يزيدو فرفشوكم يزيدو قلقوكم ما تكونوش قاضيين لهم بالعكس يعني كي تكونو منظمين من قبل تشدو لي كوموند عندكم ايام محددة تشدو فيهم لي كوموند من بعد تكملو هذوك الايام تحكمو ورقة وستيلو تكتبو كامل وشو تحتاجو في اللوازم الحلوية تاع الطالبيات لي شديتوهم ومن بعد تروحو تقضو انا درت هكذا كصراحة يعني حطيت حطيت هكذا في الصفحات توعي باللي راني نحكم لي كوموند بعد ما شديت طلابية توعي وشديت ورقة وستيلو وبديت نكتب لاليست هنا كما راكم تجوفو القضيان تاعي قضيتو من عند لوازم الحلويات لي جاي في موزايا يعني هذو ماء الوالا شريتهم في موزايا شريت البلاتا على البيض شريت هذا السكر النعيم لي دايما نقولكم عليه هذا مليح للصابلي مليح للكريمة الزبدة شوفو ما من الطالية تقدروا تخدمو به والتسكر ثاني مصحي لا حبيتو يعني حاجة خير منها كي يعني كما سكر الهودا وكامل هذو احسن من هذا مصحي يعني تقدروا تخدمو به شريت المارغارين شريت هذو سنيوات لبنت شريت سنيوات هذو من اللي رام يجو طوال هذو ما يجو ديرو فاميل شوفو يجيتني فكرة نسيي فيها البقلاوة وتعجو زولوز ونحطها يعني للبيع هذي ما عنديش كوموند عليها بصح انا جتني فكرة هكذا الاشتت اقبال عليها اراني نزيد نخدم ونبيع يعني كمية واحدة اخرى السنيوة الاخرى شريتها على خاطر عندي طلابيات تعبقلاوة بسنيواتحها يعني طلبتها مني هكذا في سنيوة كاري هايلك ذو كتشوفوها هذي شريتها هايلك شريت ايضا السكر العادي شوفو من الاحسن تشريو كونتيتي يعني إلا كنتوا تقدرو تشرو كونتيتي كبيرة وتشرو عندما حل واحد هكذا باش يساعدكم وتستقاملكم بليحة شريت هذو ليقون هذو شفتهم يعني مشي كما موالف نشريهم شريت غيزويجة فقط باش نسييهم ونشوف الاملاح ولا لا لا باش نزيد نشري منهم هذو ايضا متواجدين في المحل تعم موزايا هايلك السكر شريت هكذا باكي كبير سمن انا نخدم بمدينة الفارينا انسيت باش نمريها لكم نخدم بسيم شريت هذا الغرس هذي لاماك هيلا جاية طرية تحتا كين هذك القوفرات السيقاغ هذو كتا القوفرات شريت ايضا لافاني شوفوا لافاني انا من قبل كنت نشري الباراكا الباراكا نشري البيدون تا خمسة كيلو هذك الكبير كي روحت مصج يعني لافاني موالف نوك موندي علي ويجيب لي من هذه الخطرة حبيت نشري هذا نرجس يعني في البداية التوعية كنت نخدم بنرجس مليحة ريحتها بزافها الى هذي نرجس يعني شوفوا كين باراكا وكين هذي لاماك في زوج هيلين هايلك كين تاع الكيلو كما راكم تشوفوا هذي وكين تاع البيدون نومال ما فيها ثلاثة كيلو هنا يا شريت الكولورون هذا الغاز شريت مارغارين توريق طفيا كرامل شريت المرجان الحسيلة انا نخدم كيف كيف بالمرجان شريت المعجون والبيمو باش نخدم بيها البريستيج وحلوة التورك وغلوكوس يعني هذو وش كين حاجات يعني كانوا عندي مقبل كيما المارغارين اوبلين يعني راني ندير بيها الكريمات وكامل ننصحكم بيها تجيكم بزاف بنينا شريت هذي الشوكولة دادا شوفوا الكارتونة فيها عشرين باكيم صح انا ما جبت كارتونة كاملة شريت غير عشرة فقط هايليك وشريت الكارتون نعم جايين من تحتها يعني كان خاصني الحجم الصغير الكبار عندي كان متوجد عندي وشريت بينسيوغ الكوكاو شوفوا اللوز كان عندي من قبل راني رحياته كامل ذو كتشوفوه معايا شريت غير الكوكاو وهنا يا راني بديت يعني نوجد في الكوكاو وكتشوفوه معايا ايضا هنا راني درت الكوكاو التاعي كين كمية راه يتحمص وكمية واحد اخرى بدلت لها النكهة تاحا وهذه كلي بقات نرحيها هكذا يعني نسخنها ونرحيها نوجدها للعرايش وكامل والزيريات هنا يا شوفوا اللوز التاعي هاوليك شوفوني راحيه في العلبة اللولة هذي اللي وريتها لكم نخدم بها العرايش مقروط اللوز مخبز يعني الانواع اللي عندي في الكوموند والباطة هذي نخدم بها ليفخوي هايليك شوفوه كيفاش يكون مرحيه هنا يرون مرحي بالسكر الناعم كيما دايما نقول لكم يكون كيما اللحظة هايليك لازم يكون غبرة باش تمدلكم نتيجة مليحاتة على حلوة الفكية هذي هي ذوكا راح نوري لكم الكوكاو اللي راني مجداته هنا هذا هو القضيان تاعي الاولي بتلكم كاين دوزان عندي وكاين ذوك نوريهم لكم يعني شريط اللي خصني ذوك نوريهم لكم هنا يا الكوكاو اللي قلتلكم عليه هذا اللي بدلت له النكهة تاعو راني مدتلكم طريقة في احد الروتينات من قبل يعني نفوروا ثلاث خطرات اه زوش خطرات اللي والا نفوروا يعني في القدرة والكاس كاس نحط في القدرة التاعي شوية قارس شوية عطر المزهر ومن بعد كنا رحي نزيد يعني نفوروا خطرات ثالثة يعني نفوروا بعطر اللوز ندلو لافاني المهم طريقة راني دارتها معكم مقبل نتيجة يعني يريدكم تشموا ريحة الكوكاو ما فيش نهائيا هنا راهوا غير رحة المزهر راهوا غير رحة اللافاني والقارس الله الله يعني رائحة على الكوكاو ما كاش نهائيا هنا يا قطايف راني محمصاته عندي في الطلبية عندي سيقاعة على القطايف على بها وجهت القطايف تواعي حمصتهم والكوكاو التاعي كيف كيف راهوا يتحمص للصابلي بريستيج هامليك يعني الباقي تعالى اللوازم اللي شريتهم شريت هذو العلب هذو ما يديرو خمسة وخمسين الف العلبة احنا يعني هذو شوية كبار احنا فقط رميبانو صغار بسحوما الحجم تحوما كبير يجوا فيهم تيكي مكتوب فيه عيد مبارك شريت هذو السلك يعني نخدم به الأوراق تعالى فخوي شريت هذو المول على بلكم يعني راهوا داير حالة تعالى الصابلي هذك الديكور تعالى الصابلي وشريت هذو المولمع الذهابي سمعوني مليح لبنات انا دايما نشارك معاكم ليمارك اللي نخدم بيهم في الأول الشتوني نخدم بالفونت الفونت نورمال مو يدير ربعين الاف كاين محلات يبيعوها أقل وخطرة وريت لكم ملمع ثاني عجبني كرافت ماجيك ما نيش نلقاه ذوكا وهذا يا البنات اللي وريت هولكم يعني اللي قدام الفونت هذك دوكتور غوست نورمال مو هكذا اسموه هذك بزف 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 هاي الى شفتوه اشروح وشنو البنات السعر تاعو ماشي كما الاخر يدير سبعين الاف هذك بالصح ينشف بالخف اللون تاعو بزف هاي الى ما يتبدلش يعني كما يخرج في اللول كما يبقى هذك الحاجة اللي عجبتني فيه تحبوا الفونت يعني شوي شوي ماو شي جيوي كما كان تحبوا لامارك الاخرى يعني روعة اللون تاعها يبقى هكذاك دوغي وينشف بالخف السائل مو ذيب تقدروا تشروه اي نوعية تخدموا بها كما تحبوا وهنايا شوفوا راني بديت نوجد في التحضيرات التحضيرات اللي تقدروا توجدوها وما يصرى لها والو هذو اللي ترانسفر لبنات يعني تقدروا توجدوهم تحطوهم في صينية يعني تستفوهم وتخلوهم بجيه هذو ما يصرى لهم والو كيف كيف هذا الديكور يعني على بالكم يشد اليد احتخدموا بالوحدة وديروها في المجمد هذو ايضا تقدروا توجدوهم وتحطوهم بجيه هذو ما ما يصرى لهم والو يعني توجدوهم مقبل كي ما حبيتوا الوقت اللي حبيتوا وجدوهم هنا راني نوجد فيهم انايا نحطهم هكذا يا ستفهم كامل في صينية شوفوا كيفاش خرجوا هذا الموتيف رح نخدم به السابلي وهذا رح نكملو معاكم الموديل دوزيام هو تعال ورقة كيف كيف راهو دائر حالة شوفوا خرجوا ليترانسفرهم صح ماشي كي ما هذو المول سيليكون صح رح تخدموا بالوحدة وديروها في المجمد بصح ثم ثم تجمد يعني لازم تكونوا قدامها وتبقى وتخدموا هاكذا حتى تكملو كامل كمية شكل تحم يجي بزف هاي الخير من اللي تديروهم في الاخرين هنا يراني نوري لكم ديكور اللي خدمتوه الحد الان هنا راني قريب نكمل ديكور خلاص ما بقاليش بزف خدمت هذو تاع الشوكولة خدمت الأوراق تاعلي فخوي تعال العريش تعال البريستيج اهم لي كلي كادغ هذو ما يعني خدمتهم كامل ما زال غير ندلهم الملمع الذهابي هاوليك شوفوا كيفش يخرج اللي قدتكم معلي هذا لاماخ كالغالية تخرج هاكذا دوغيته هيخرج بزف شباب وممكن شف يبقى هاكذاك هاوليك شوفوا قدامكم باش تحبوا تديرو كابتور الفونت موش يجي كما كان موش يعجبني صراحة مام الاسعار يعني الفونت قدتلكم هو يدير 40 ألف ولااخر شريتو 70 ألف صح نتيجة ابدا مش كيف كيف هاكذا تحبوا تخدموا حاجة شابة اشروا الغالي هاذاك دوكتور قوست ولا تحبوا تشريوا حاجة شوية شوية الفونت يعني راه مناسب سائل موذيب انا شريتها المهم اي نوعية ميهمش سائل موذيب هذا هو البنات يعني الديكور بذلك نكملوا انا ندلوا هذك الملمع الذهابي كامل الديكور تاعي ونكمله فهذا النهار الليبنات كانت عندي طلبية تعليكيش قلت نشاركها معاكم يعني الليكيش توعي الحمد لله كامل يعجبوهم وهذه الوصفة نفسها تعال وراشة يعني اللي نعلم بيها هنا راح نخدم كمية قليلة درت 250 غرام فارينا 125 غرام مارغارين استعملوا اي نوعية ميهمش زوج مغارفتاء الزيت الملح فلفل اسود وتوابل الدجاج توابل الدجاج راح تمدلكم نكهة بزا 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 هيلة تجربوها البنات فقط عارفوه وين تشروه هذك التوابل كين توابل الدجاج ما فيهم احتاريحة بصح عارفوه وين تشروههم انا نحب نشريهم عند مغارة علي بابا لي اراهوا حال في البليدة يعني يبيع توابل بزا في هيلين انا مولف نحط مغرف صغيرة متغد مي هذا النهار ما كانش عندي تقدروا استغنوا عليها نحكم ليح الفاريناتاعي مع المارغارين من بعد نحط عليهم حبة بيض كاملة وزوج مغرف تا اما لموا العاجينتان نحصلوا على عاجينة طريا فقط لازم ما تعجنوهاش سي ولموها فقط من بعد نديرهم في هاب ليمول نشكلوهم بهالطريقة للاكم تشوفوا فيها ونحطوهم في صينية هذا الكمية اللي مديتها لكم راح ادلكم 21 وحدة في هاب ليمول الى كانوا صغار اكيد راح يخرجوكم اكثر وإلى كانوا كبار يخرجوكم اقل يعني في المتوسط يخرجوكم 21 حبة وهذه مليمول مناسبين للطالبيات بعد ما كملت شكلتهم كامل في المول راني ندير حوالي منعقاته حشو يكون مملوء جيدا من بعد نحطو شوية مبشور جبن مبشور راح يمد طراوة للكيش تاعي يعني كيتاكلوا الكيش ميجيكم شناشف يجيكم الطري ويجيكم شمخ هذيك عليها راحو نديرو جبن مبشور من بعد راحو نوجدو لابا غايدو كيش هنا يا لبنت حطيت كاس كريمة سائلة نزيدو عليها ربع كاس حليب نزيدو عليها جوش حبة بيض وملح متاغد كيف كيف هنا ما كانش متواجد عندي تقدروا تديرو ملح فلفلك حل وتوابل دجاج شتو يعني نخدم بزاف بالتوابل دجاج على خطر نحبهم يمدونا نكهة بزاف هيلة ومميزة للكيش تاعنا هذا هو المقادر من بعد نروحو نخلطوها من ملح ونديروها فوق الكيش نديرو حواليز جمغة رفولة ثلاثة المهم تعمروا الكيش تحكم وديروهم في فرن يكون مسخل من قبل على مئتين درجة مئوية إلا كان الفرن تحكم قاوي تقدروا تديرو مئة وثمانين درجة وتخلوهم حتي طيبو ياخذوا تحميرة شبة هاي اللي كناية شوفو راحنا نقلب معاكم شوفو كيفاش يجتي طيبو ما شاء الله يطيبو حمورة ممكي تاكلوهم يجوكم شمخين داخل ميجوكم شناشفين راح نقسم معاكم حبة في الآخر وصفة ولا أروع لبنات على بالي يعني إلا جربتوها راح تعجبكم وتعجب الزبائن تحكم جربوها وبحثوا لي تطبيقاتكم هذه هي لبنات يعني حبيت نوري لكم روتين تاعي هذا النهار طلب ياداتها مولاتها صحتها ورح نقسم معاكم باش تشوفو هنا هذا هو الفيديو تاعي تعانها اليوم ما تنسوش لبنات تشجعوني بالتعليقات توحكم هكذا باش يعني نزيد نكمل معاكم الروتينات ومع الوصفات والنصائح هذا هو الفيديو تعاني تعانها اليوم إن شاء الله يكون يعجبكم نتلاقاوا في الفيديو القادم إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر